الخبر الأول الذي عدنا عن بيسان إسماعيل وإعتذارها من نارين بيوتي بعد أن كشفت حقيقتها، فالذي رأى المقطع السابق يعرف أن بيسان إسماعيل لغية من التعليقات اسم نارين بيوتي ولكن بعد أن نزلت هذا المقطع وشفت بالحقيقة ساعتين بس بيسان لغة اسم نارين من الكلمات المحظورة وصار عادي تكتب اسم نارين بيوتي فالشكله أشعار مقطعي شوية أخر يلا وصل البيسان فحاليا لو تدخل على المقطع بيسان وتكتب نارين بيوتي فعادي تعليقك سيطلع لأنه مثل ما قلنا بيسان شالت اسم نارين من الكلمات المحظورة وبعد أن نزلت بيسان على حسابها بالإنستغرام هذه الصورة وهي نارين بيوتي وكاتب حبايبي نارين سافرت وما لحق تشوفها غير مرة واحدة يلا عم نستناكي ناره طبعا من الواضح أن بيسان خجلت بعد اللي صار بنزلت هذا الستورة على مصلح الوضع ولكن نارين بيوتي شكلها ما زالت معصوى من اللي شيء اللي صار فما ردت عليها بحسابها الإنستغرام طبعا إن شاء الله ما يكون صاير شيء بيناتهم ولكن والله يا حبايبي اكتبونا بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وكتبونا شو رأيكم بحركة بيسان بعد ما رجعت اسم نارين للتعليقات الخبر الثاني اللي عدنا عن نهاية المشكلة والأشاعات اللي طلعت على موفلوكز ونارين فبعد ما رجعوا الفولوات على حسابهم بالإنستغرام ناريني بيوتي طلعت على حسابها بالإنستغرام ونزلت شوية ستوريات واللي قالت بيها أنه رح تفتح بيث مباشرة على قناتها باليوتيوب يوم 26 يعني بعد 4 أيام وبهذا البث رح يكونوا إياها موفلوكز رحطوكم هذه الستوريات على المتفتهمون أكثر شو هتقول حبايبي جبت لكم الخبر بجنن واللي هو لأول مرة بالتاريخ رح أعمل بس مباشرة على قناتي على اليوتيوب مع موفلوكز بمناسبة الحواوي لايف ميجا سيلز كتير متحمسة اليوم رح أشرح لكم شوي شو هنعمل البس المباشر رح يكون الساعة 8 ومص ب 26 نوفمبر يعني بعد كم يوم لازم ما تفوتوا البس لأنه في كتير شغلات ممكن تستفادوا منها وأكتر شغلات تستفادوا منها هي أنكم تشوفوا وشي وأنا محكي معكم وهيك الخبر الثالث اللي عدنا عن مريانا غريوب وليش صارت تبتشي فمريانا نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات واللي كانت تبتشي بيها أما ليسان عن السبب فشافت فيلم حزين شوية فصارت تبتشي على كلها حطقوا ذول إستوريات شوفوها قيز اللي سامحكونا على هالفيلم يعطيتوني يام بارحة تولدوني هاد الفيلم اسمه ألم أقصر بالله طغيتم للبكة انت مرد نفسي جاء كتير مانا بالدمر ومعناصي طب هلا بيرابكم بعد كلها لدموه كلها لقصة شقيت حالي وأنا عم بكي الله وكي لكم اتجهزت حالي من الآخر بالأخير هك بتكون نهاية الفيلم من بين إذا البنت ماتت أول أم جنات يعني يفهمني الخبر الرابع اللي عدنا عن مفاجآة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر واللي عدنا أنس وبيسان فأنس الشايب نزع على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات واللي قال بيها أنه اليوم رح ينزل مقطع هو التحكم ببيسان اسماعيل اللي هو يمنه متابعين أساساً أنه يطلبوه من فترة طويلة فالمقطع رح ينزل اليوم رح طقم هذول ستوريات شوفوها وشوفو شوية لقطات حطة من الفيديو اللي حينزل اليوم طبعاً حبايبي القلب أنا بدي أنجلت أنا بدي أنجلت في مصيبة كبيرة شوفو فيديو التحكم اليوم كامل في بيسان شوفو حبايبي مدة الفيديو ساعة كاملة بدي أقود أقصقص فيه طبعاً بيسان جابت العيد يا طالله الحرق ولك الفيدي حبايبي تحكمت في بيسان اليوم كامل وفيديو كثير جاو وكثير صفاة ويني بدي أمتجلكم إياه إن شاء الله بك رح ينزل على قناة الساعة 8 طبعاً عذبت بيسان تعذيب كان طبعاً المقطع رح ينزل للساعة بثمانية على قناة أنس الشايب أما اليوتيوبر الثاني فهو سيدرا بيوتي فسيدرا نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تحمس به المتابعين للمقطع اللي حتنزل اليوم اللي رح يكون الفلوك عن عملية التجميل اللي سوتها الخشمها طبعاً المقطع رح ينزل على قناة جلال فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات المقطع منه بتحمسين أكثر ينزل الخبر الخامس اللي هنا겼ة عن المحمد جواني وهل رح ينظم الفريق نور مار طبعاً لا يعرف شو لي صاير النور مار و مدير أعمال محمد مار واحد أعمروا لحساب المحمد جواني بالإنستغرام طبعاً الحمد جواني هو منذ زمانتش أم يقوم Clone وتقريباً س وبس مع السلامة